جزاء الإحسان عنوان درسنا لهذا اليوم هو جزاء الإحسان والآن سوف نتعرف على قصة الدرس جاءت حمامة إلى نبع ماء لتشرب شاهدت نملة صغيرة سقطت في الماء حملت الحمامة غصنا بمنقارها مدت الغصنا إلى النملة فتعلقت النملة به ونجت من الغرق وفي أحد الأيام شاهدت النملة صيادا وجه الصياد بندقيته إلى الحمامة قالت النملة لقد أنقذتني الحمامة يجب أن أساعدها الآن قرصت النملة الصيادة في رجله فانحرفت مندقية الصيد ونجت الحمامة والآن بعد الاستماع إلى الدرس سوف نقوم بحل الأسئلة جزاء الإحسان سؤال واحد إلى أين جاءت الحمامة؟ رقم واحد إلى أين جاءت الحمامة؟ جاءت الحمامة إلى نبع ماء لتشرب اثنين ماذا مدت الحمامة إلى النملة؟ مدت الحمامة الغصن إلى النملة ثلاث كيف نجت النملة من الغرق؟ تعلقت النملة بالغصن ونجت من الغرق ماذا قالت النملة عندما شاهدت الصياد؟ قالت النملة لقد أنقذتني الحمامة ويجب أن أساعدها الآن خمسة ماذا فعلت النملة بالصياد؟ قرصت النملة الصيادة في رجله والآن يا فاني سوف نقوم بتعبير عن صور الكتاب هذه الصورة تعبر عن ماذا؟ عن ماذا؟ ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ ماذا تشاهد؟ حمامة أحسن توم نشاهد صورة حمامة يلا نعمل جملة مفيدة على هذه الصورة جاءت حمامة إلى نبع ماء لتشرب أحسنتم الحمامة عم تشرب ماء أيضا الصورة الأخرى ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ مدت الحمامة الغصن إلى النملة فتعلقت النملة به أيضا نشاهد في هذه الصورة قرصت النملة الصيادة في رجله فانحرفت بندقية الصيد ونجت الحمامة والآن سننتقل لتحليل الدرس عنوان درسنا اليوم هو جزاء الإحساني مكونة من كلمتين سوف نقوم بتحليل الدرس جزاء كيف نحللها؟ يلا مع بعض نحلل ج حللها مع بعض ج ز إحساء الإحساني كيف نحللها؟ الإح س ن والإحساني ما معنى كلمة الإحسان؟ قبل ذلك هي لام قمرية لام قمرية تكتب وتلفظ والإحسان هو القيام بعمل جيد عكسها الإساءة وهو عمل خاطئ الإساءة هو عمل خاطئ عكس الإحسان الإساءة لننتقل إلى تحليل الجمل الدرس ونبتدأ بالجملة الأولى جاءت حمامة إلى نبع ماء لتشرب نحط دائرة على علامة الترقيم الموجودة عندنا وهي النقطة وسوف نتطرق إليها لاحقا عند الانتهاء من الكلام نحط كلمة نقطة هل لدينا فعل ماضي؟ ما هو الفعل الماضي؟ جاءت فعل ماضي وفعل مضارع أنه يحدث الآن لتشرب وهو فعل مضارع حرف جر إلى حرف جر عندنا اسم حيوان هي حمامة اسم حيوان طائر مفرد واحد حمامة واحدة أيضا تنوين كسر عندنا كلمة ماء تنوين كسر وتقرأ ماء بدون تنوين وتنوين ضم عندنا حمامة تحتوي على تنوين ضم حمامة وتقرأ حمامة عند كتابتها بدون تنوين ننتقل إلى الجملة الأخرى شاهدت نملة صغيرة سقطت في الماء دائرة على علامة الترقيم يا ميس وهي أداء النقطة عند الانتهاء من الكلام عندنا فعل ماضي شاهدت وسقطت هي أفعال ماضية عندنا حرف جر في حرف جر نملة هي اسم حيوان مفرد وعندنا الماء هي لام قمرية وعندنا كلمة نملة وصغيرة هي كلمات تحتوي على تنوين فتح وتقرأ نملة وصغيرة بدون تنوين نملة وصغيرة ننتقل إلى الجملة اللي بعدها حملت الحمامة غصنا بمنقارها علامة الترقيم النقطة عندنا حملت هي فعل ماضي بمنقارها البع هي عبارة عن حرف جر الحمامة هي اسم حيوان طائر اسم مفرد وهي لام قمرية الحمامة لام قمرية تكتب وتلفت وغصنا هي تنوين فتح وهي اسم وتقرأ غصن بدون تنوين حسنتم ننتقل إلى الجملة الأخرى مدت الغصنة إلى النملة فتعلقت النملة به ونجت من الغرق دائرة يامس على علامات الترقيمة هي الفاصلة والنقطة عندنا مدت ونجت وتعلقت هي أفعال ماضية فعل ماضي إلى ومن هي حروف جر إلى ومن حروف جر هل الاسم اللي بيجي بعد حرف الجر هو اسم مجرور طلعوا على كلمة من الغرق من حرف جر الغرق هي اسم مجرور والنملة اسم مجرور أتت بعد حرف الجر سوف يتم شرحها لاحقا عندنا النملة هي اسم حيوان مفرد عندنا الغصنة والغرقة هي لام قمرية وعندنا كلمة النملة هي لام شمسية وفي أحد الأيام شاهدت النملة صيادا دائرة على علامة الترقيم النقطة شاهدت فعل ماضي صيادا هي كلمة تحتوي على تنوين الفتح صيادا تنوين فتح وتقرأ صياد بدون التنوين عندنا الأيام هي لام قمرية الأيام هي لام قمرية الأيام تكتب وتلفظ اللام القمرية وعندنا كلمة النملة هي لام شمسية في حرف جر في حرف جر وأحدي هي اسم مجرور لأنها أتت بعد حرف الجر ترجمة نانسي قنقر